على كل حال مهم جدا ان احنا لما بتكون عندنا مباراة لازم نحنا نطمن كمان على التجهيزات تجهيزات الساد القاهرة لمباراة اليوم واحتفالية كمان تسليم درع الدوري خلينا نروح وناخد على التليفون لأستاذ وليد عبدالوهابة المدير التنفيذي لهيئة الساد القاهرة يا أستاذ وليد مساء الهنة طب ازاي مساء صباح الهنة على حضرتك معلش ولا تقريبا أنا اللي لسه مسحتش طبعا باشكر حضرتك وفريق الاعداد اللي مع حضرتك الاهتمام المستمر باستاذ القاهرة يعني متابعة كل كبيرة وصغيرة وده طبعا شرف مينا بالأول أنا ببارك للنادي الأهلي على الفوز بالدوري وإن شاء الله يبقى يوم رياضي يليك بالكولر المصرية النهاردة ونتفرج على المباراة برضو بعيدا عن التتويج تكون مباراة قويسة إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذ وليد وإحنا وثقين أنه ده حيتحق عفر خليني بقى روح مع حضرتك ونطمن برضو السادة دولتي المتابعين إيه آخر الاستعدادات إن شاء الله والتجهزات لمباراة اليوم أي الإرشادات لو فيه أي أمور حضرتك أو نقاط همه كمان عايز تركز عليها عشان نطلع عليها السادة المشاهدين والناس طبر اللي حتكون متواجدة هناك موسيح حضرتك إحنا دلوقتي وصلنا المرحلة يعني متطورة جدا إن إحنا ما بقيتش كنيه تعب للإعلام ولا أي جهة الجمهور خلاص بقى عنده وعي تام بالدخول والخروج وبقى عنده ثقافة المباراة بقت موجودة فما بقيتش يعبرنا مشاكل دلوقتي بقت الناس على دراية كافية بمداخل الاستاذ ومخارج الاستاذ فالحمد لله برضو ده نتاج مجهود كبير من الإعلام المصري مع الجهات الأمنية والتوجهات المستمرة وإن شاء الله إحنا في مزيد من التقدم في الثقافة الرياضية اللي موجودة حالياً والحالة الرياضية اللي موجودة في الشرع المصري إن شاء الله ده يحصل وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك ده حقيقي وواضح بشكل كبير والثقافة فعلاً والوعي أصبح أفضل من الأول بكتير عشان كده هروح لسؤالي الثاني وهو الساعة الجماهيرية إن شاء الله هتكون قد إيه إن إحنا فعلاً بنتمنى تكون بإذن الله أو نشهد قريباً ساعة كاملة في الاستاذات بإذن الله تفاضل إستاذ وعيد إن شاء الله طبعاً دي توجهات اللاجهات الأمنية ودي الرؤية الأمنية فطبعاً إحنا بننفذ التعليمات دي إحنا آخر توجيه جلنا خمس تلاف لحرص الحدود وخمس تلاف للنادي الأهلي دي الساعة الجماهيرية للمباراة وطبعاً ده عدد كافي مش هياخد أكتر من ساعة في دخول أو خروجهم من الأستاذ القاهرة مش مسبب أي إزعاجة أو أي مشاكل بالنسبة لنا هو تحدد الدرجة الثالثة دخول دمهير النادي الأهلي من سراح طالب والقرش ده لشخصيات المهمة لديها بي ومجلس إدارة الفريتين ده كما اتبع في الاجتماع الأمني والمصرح بي والأعداد المصرح بي كويس جداً طيب لو هتكلم تحديداً عن الاحتفالية هل في تجهيزات خاصة لإحتفالية تسليم درع الدوري النهاردة هتتم لو حضرتك عندك أي معلومة طبعاً الشركة الرائعة يعني عاملة مجود رائع جداً أكتب معلوم من يومين بيجهزوا في أستاذ الطائرة تجهيزات ده حاجة طالب بي أبطل الدوري أين كان نادي الأهلي كان نادي الزمالك هم ده سيسلم حمل يتأمل وشغالين به وهم بيجهزوا بقالهم يومين بصراحة بيعملوا حاجة كويسة جداً إن شاء الله يعني هيبقى منظرها في الشعب النهاردة كله الشعب المصري الشعب الرياضي عموماً هتبقى حاجة طالب بالرياضة المصرية إن شاء الله إن شاء الله والجميل إن كل الناس هتقدر تتابع من كل أنحاء العالم وأنا ببقى عارفة إن إحنا بنتكلم برضو عن نادي الأهلي يعني أنا مش فكر التحيز ولكن هو واقع نادي الأهلي أنت بتتكلم على مستوى عالمي من الأندية ففعلاً ناس كتيرة بتكون حابة إن هي تتابع فالنهاردة أعتقد التقطية هتكون يعني لجميع أنحاء العالم فعلاً هيشهد أو هيشوف هذا المشهد بشكل حي على الشاشات فإن شاء الله تكون احتفلية محترمة طاليق فعلاً زي ما حضرتك كنت بتقول بلندية المصرية وأكيد بمصر عايزة بس قبل ما أختم مع حضرتك أستاذ وليد نطمن تطمن أو نطمن كمان على الأستاذ نفسه هتبدأ إمتى بقى أعمال السيانة الدورية وغيره شوفي إحنا الأستاذ يعني شاء الأكثر من طاقته السنة دي وأحنا طبعاً يعني أستاذ الوزير طبعاً يعني مشكوراً أستاذ القاهرة ده بنزباله بيمثله حاجة كبيرة جداً فهو مهتم جداً بالأستاذ بكل تفاصيل الأستاذ وطبعاً كان مدهمش يعني محتاج الملعب عايز يشوفه على طول بأحسن صورة إحنا جينا على نفسنا جامد جداً أخار ده السيانة أكتر من مرة صحيح ما نعطلش الدوري ما نعملش مشكلة في الدوري السنة دي تأثر على مسيرة الرياضة اللي احنا ماشيين فيها طبعاً احنا بعد مباراة الآل النهاردة إن شاء الله الأستاذ يعني هنعمل السيانة الطبيعية بتاعتنا حمد الله الدوري انتهى ما عندناش أي مباراة الفترة القادمة فاحنا يعني السادة طولي السيانة هيداقوا العمل من النهاردة بعد المباراة مباشرة لمدة أسبوعين 3 أسابيع إن شاء الله وإحنا عندنا فترة كافية إن احنا نرجع تاني الملعب زي ما بدأنا بالموسم رياضي إن شاء الله رائع جداً أستاذ وليد أنا بشكرك جداً أنا لست مش عارف حاجي ولا لا يعني بس لو جيت أكيد هشوف حضرتك بإذن الله بشكرك جداً على هذه المداخلة اشتركوا في القناة